هغرب موقف عوات شافه في مسيوطه القروية وعمره ما ينساه. هكيم ده موقف آآ نصر التعدين. آآ كرة نصدتها من نصر الملعب. يعني اعتقد ان هي ابرب موقف حالة. هو انت هو يعني ان حصل ساعتها ايه ان حصل? ان خلفي طلع اصل نلعب. بص هو موقف بيحصل طرقية يعني. انا دايما متعود انه في طريقة اللاعب اللي ما بنلعب مع المداربين بيلعب بيحب الجو نلعب ليبرو من ورا اللاعبه. فانت بتبقى اي كرة طويلة ورا مدفعين. والموتش ده احنا كنا كنا تعريبا متعدلين فيه وعايزين نكسة بيحل. كان كورن ماللينا فاتلعب لقرة طويلة فهم بشتته الكرة فخناص راحت واحد جاي مفربها من نص الملعب. ومش حد من زمائي لكلهم والضحك. فانا طلعت بشكل غلط يعني ما قدرتش كرة بتقديري كويس. فالكرة طبت وقفت مكانها فانا خناص يعني بيت في نص الطريق. فمش عارف اعمل ايه. فالوقت شاطها. او شاطها بشكل مش كويس لانه لو شاطها بشكل كويس كان خناص اه اه اجوله وقدت انا برا اللاعبين. فاجات في 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 المستوى بتاعي فادت اتعامل معها ببعيدية بشكل تلقاية يعني. بسال غريب انه مفيش حد شفا. ولا الحكام ولا حكام ولا يعيش. ولا مزيعة كمان ما شفاش فحتى الناس في التلفزيون محدش خد باله من الموقف فالأ لأ فكان في حاجة غريبة يعني. طب انت بعد الموقف ده انت حسيت ان انت عملت كده ولا بعد المطش? لا انا انا حسيت لانا انا كنت مستنى ان هو يطردني يعني بس الحمد لله يعني عدت واخدت كده وقتها يعني ضجة بشكل كبير جدا لانه مبتحصلش كتير في الكرة يعني. وانت بعد ما عملت الحركة دي وحسيت خاصة ان حكم يطردك مفيش حد من زمايلك في الملعب كلمك او قال لك اي حاجة? لا لا هي اللقطة عدت ولان احنا كنا في فترة دي يعني كان احنا كاملز ده لي المطشو خلاص انا مضغطين محدش كان مركز في الا ولا تينا انا حسيت بأثر اللقطة تم قررت الدورة السعودي كنت بمشي انك في المول او في اي حتة علي الناس بتتكلم وتشغل علي بسبب اللقطة فعرفت ان ايه كان الوقت ده يعني حجم اكبر من حجمها